في منطقة الضرب الأحمر وبالأخص في شارع سوق السلاح يوجد ما يعرف باسم بيت يكن بني بيت يكن في 1940 وسمي بهذا الاسم نسبة لأولاد أخت محمد علي باشا يقدم بيت يكن فنون كثيرة ومتنوعة من الحرف الصناعية واليدوية وعلى رأسها المشغولات الخشبية أو ما يعرف باسم الجمعية وهي فن تعشيء الخشب قبلنا النهاردة علياء جمال وهي مهندسة معمارية هتكلمنا أكتر عن فن الجمعية أو تعشيء الخشب النهاردة أنا هادي للناس زي الكلوكشن بسيطة يفهموا الكثير دائما زيته وازاي بنمشي بتاعته ايه التراليشنال تولز بتاعته وهم عمد سامبل من ضهير بتاع الشافعي فقدهم يسئل بانل متجمع وهي مفقوكة يدور يشوفوا التعشيئات ازاي تتعابد وهي بعدها لو اي حد جوت انترستر ان شاء الله بيت يكن نقدر نعلم اذا كان حد حرا فيه نجار او اي حد عاوز تتعابده فن التعشيء ليه ادوات كتير ولكل منها اسمه مميز اول حاجة دي الشوك دي اللي احنا بناخد بيها الماجمينس يعني مثلا هي دي من هنا الهنا ودي اللي بياخد بيها الماجمينس في كل الباترن بتاعي بيبقى فيه كل شكل بيقى فيه حواليا مثلا خمسة سبتة من المقاستة اللي بيتقارر وبعديها دي اللي هي الزوية دي اللي انا باخد بعد ديها بعد ما باخد الماجمينس بعمل بيها الانجلس بروح معلمة بعدها عدينا اللي هي دي اللي هي السحقة عشان هي التقطيعات دي بتبقى كلها عادوي عشان خاطر تبقى رفيعة فبعد ما بيقطع بالسحقة بستغطر من ازميل عشان خاطر اشيء اللي هي الكتعة الزيادة موسيقى مبدأ بعد ما علمت بالشوك هبدأ بالزوية بتاعكو اروح حطاقه مكانه اللي هو هروح حطاقه مثلا كده وعلم بالقلم على الانان بتاعي دي بقى شكله كله متعلم وكده انا مرحلة انا خلاص علمت كل الانانات بيت يا كان يمكن مش اول بيت يقدم النوع ده من الفنون لكن بالتأكيد هو من افضل واعرق الاماكن اللي بتقدم فن تعشيء الخشب كانت معكم فاطمة ابو عمر تلفزيون الجامعة الامريكية القاهرة موسيقى موسيقى موسيقى